أنت إذا أردت أن ترد على أهل العلم فعليك أولاً أن تكون من طينتهم لأنك ينبغي أن تكون عالماً بالخطأ الذي وقع فيه العالم وإذا رددت فينبغي أن يكون ردك رداً علمياً حتى يقبل وحتى تعذر عند الله فإن الله لم يبح لك من عرض أخيك إلا أن تذكر خطأه فقط هذا رخصة رخصة مش هي ذك الرجل ذك رجل عالم رجل محدث رجل من أهل الخير رجل من أهل الصلاح وخصوصاً إذا كان أفضاء إلى ربه سبحانه وتعالى ربما حط رحله في الجنة وأنت تذكره بسوء وأنت تستهزئ بكلامه هذا لا يرق بطلبة العلم فضلاً عن غيرهم حتى جرأوا يعني العوام فيقع العامي الذي لا يدري كوعه من بوعه ويتكلم في الأعلام ويتكلم في الجبال الشم الرواسي هذا في الحقيقة يعني من السفة وهذا في الحقيقة من قلة الدين ومن قلة الورع العلماء كانوا يتكلمون ديانة ولذلك جاء رجل إلى شعبة بن الحجاج شعبة كان رجلاً من أهل الحديث وكان ناقداً بصيراً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتكلموا في الرجال يتكلموا فيهم يقول فلان ضعيف فلان سيء الحفظ فلان كده فجاءه رجل كأنه يريد أن يثنيه وعن عزمه قال ليه ده باع أنت كنت تتكلم في هذه الناس هذا ألا تخشى أن يكونوا خصماءك يوم القيامة مش ما تخافش هذه الناس كلهم محدتون علماء يقفوا أمامك يوم القيامة ويقول يا ربي هذا الرجل هذا كان يحضر مننا فقال رحمه الله تعالى قال والله لأن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة خير وأهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لم تذب عن سنتي لما لم تذب عن سنتي إذن العلماء حينما يردون ويبينون خطأ من أخطأ من العلماء إنما يفعلون ذلك ديانة يفعلون ديانة يعني لاش لأنهم يريدون حفظ السنة لا يدخل فيها ما ليس منها يريدون حفظ العقيدة لا تفسد عقائد الناس يريدون حفظ منهج السلف كي لا يختلط بغيره وهكا يفعلون ذلك ديانة ترجمة نانسي قنقر